نرحب بضيطنا في الستوديو سلطان كاراني مستشار تنمية بشرية يا مرحب وسهل فيك في المساعدة يا الله يسهل وكشكرا جزيلاً على الاستضافة يعني ما عرف كيف تخلك في الموضوع لأنه موضوع كبير على الفكرة ادخل عادي لأنه ما بيوظفك عنده يمكن أحاول أسويها مقابلة أكبر أنا عندي مقابلة بعد نقول ثلاث أيام أو مروا عنده مقابلة بعد يومين شو لازم أسوي أو كيف أستعد نفسياً كيف أذاكر شو أسوي بالضبط عشان هذه المقابلة نعم أولاً بسم الله الرحمن الرحيم المقابلات الوظيفية احنا طبعاً عندنا عدد كبير يعني لا يخفى على أحد أنه نحن عندنا عدد كبير من الخريجين حالياً يبحثون عن الوظائف ودولة الإمارات الحمد لله ما قصرت وفتحت المجال للكثير من الوظائف خاصة في الفترة الحالية التي الشركات الخاصة صارت تتوظف ولكن هناك تحدي بالنسبة للشركات وليس بالنسبة للأفراد أو الشباب والبنات اللي يدورون على الوظائف في اختيار أفضل الخريجين لتوظيفهم لأن الشركات أيضاً لها دور في المجتمع ولها دور في التنمية الاقتصادية في الدولة فهم لهم دور في اختيار الخريجين المناسبين كثير من الشباب والبنات حالياً يقولون احنا عندنا شهادات ولكن لا يتم قبولنا بعد المقابلة فدائماً أنا أقول أن هناك مشكلة ما بين الحاصلين على الشهادة وكيفية أننا نقنع الشركات بأننا نكون الناس المناسبين طيب شو هي طريقة التحضير مثل ما ذكرت أخو ياسين يبدأ قبل المقابلة لازم أنا أعرف الشركة اللي أنا أقدم عليها شو هي رؤيتها شو هي أهدافها وشو هي الوظيفة اللي أنا يقدم عليها لأن المقابلة الوظيفية لا تتعلق بي أنا كشخص أدور على وظيفة هي تتعلق بالشركة الشركة لها رؤية الشركة لها أهداف الشركة تبا توظفني أنا على أساس أني أكون شخص يؤدي مهمة معينة توافق رؤيتهم توافق أهدافهم وبأفضل كفاءة فمن السهل جداً حالياً في الوقت الحالي أني أنا مثلاً أروح للشركة سين مثلاً على سبيل المثال أني أنا أبحث في مواقع التواصل أو مثلاً موقعهم الرسمي أو حساباتهم الرسمية أبحث عن أهدافهم عن رؤيتهم وأبحث عن الوصف الوظيفي اللي أنا أقدم عليه كمهندس أو كطبيب أو كمحاسب أو أي شيء فلازم أنا يكون عندي الوصف الوظيفي حتى لو هم ما بعثوا لي أسأل أطلب مش غلط أني أنا أطلب أقول يا جماعة الخير عاطوني الوصف الوظيفي لأنه هم بيدفعوا للراتب بناءً على الأعمال اللي موجودة أو الوصف الوظيفي اللي موجود مش بناءً على شهاداتي ولا بناءً على خبراتي ولا بناءً على الدورات اللي حضرتها أو الساعات التطوعي اللي سويتها وإلى آخره فهذه النقطة مهمة جداً قبل ما أني أنا أروح لأي مقابلة وظيفية طيب السؤال الانطباع الأول مهم جداً 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 ولكن في الانطباع الأول من ممكن الشخص يكون وعد متوتر خاصة أنه أول مرة بيقدم على هذا العمل يمكنه بحاجة العمل فيمكن يكون عنده أرق حتى مش راقد أفداً ولا دقيقة كيف أو كم نسبة خلينا نقول قبول الشخص أو رفضه من الانطباع الأول أو هل تحكمون عليه من الانطباع الأول ولا تعطونا فرصة ثانية نعم هناك نظرية أنا ما بعرف النسبة ولكن هناك نظرية تقول أن الانطباع الأول يأخذ من أول 180 ثانية أغلب المقابلات اللي تصير إذا شخص بيوافقون عليه بيوافقون عليه من أول 180 ثانية حتى لو كانت المقابلة لمدة نص ساعة أو ساعة وإذا بيرفضونا بيرفضونا من أول 180 ثانية ليش؟ لأنه يبين من البداية أن الشخص متمكن أن الشخص عارف هو عن شوية يارس التهلم واثق من نفسه لغة الجسد مش متوتر حتى في لبسه حتى في هيئته دائماً أنا أقول حق مثلاً على سبيل المثال حق الشباب لا تروح بالسفرة وحمدانية حتى لو كان عن بعد بالزوم وكذا روح باللبس رسمي حتى حق الخوات أقول لهم روحي باللبس رسمي تعبر عن الفكر الوظيفي اللي الشركة تنتظر مننا نحن فاللغة الجسد تلعب دور الصوت يلعب دور يعني طبعاً هذا شي طبيعي أن الشخص يتوتر لكن مع التمرين يعني من مشكلة أنه مثلاً يتمرن معاي على سبيل المثال أقول له مثلاً اعتبرني أنا مدير الشركة ويتمرن معاي أنا بسألك مو مشكلة خأت مرة مرة ومرتين وثلاث قبل ما تروح للمقابلة الرئيسية فهني يخف التوتر ويحس أنه يستطيع أنه يجاوب على الأسئلة خاصة إذا كان متمكن من الوظيفة اللي هو يقدم عليها أستاذ سلطان بطلع شوي عن الموضوع بروح لموضوع المقابلات الوظيفية اليوم اليوم حتى المقابلات الوظيفية تغيرت يعني سيستم تغير الناس تغيرت كيفية اختيار الموظف تغيرت أذكر قبل فترة كان في أحد الشركات فيها أحد من أصدقائي موظف فيها فقالي إحنا طريقة التعيين عندنا في الشركة يعني مختلفة عن كل الشركات إحنا ما يهمنا خلفيتك شهاداتك دوراتك ولا شيء في يوم واحد يجمعون خمسين مرشح مثلا من نسي في أو أي شيء يجمعوهم ويعطوهم مهمة أو تاسك يخبروهم تفضل سوي لي تاسك ويشفون الأنسب ويختارون من بين فشو رائد في هذه النقطة تعرف ليش هما تشي سوون هما يبغون يعرفون كيف يستطيع الشخص هذا أنه هو ينجز ما تطلبه منه الشركة بالضبط لدرجة أنه بنوصل لمرحلة أنا هذا توقعي بنوصل لمرحلة أنه مستقبلاً لن يطلبوا شهادات لن يطلبوا شهادات خلاص يقولك إحنا ما نحتاج منك شهادات الخبرة تلعب دور إحنا نحتاج الخبرة في الإنجازات هناك ناس يعتقدون أن خبرة من خلال الشهادات من خلال الدورات من خلال السعادة التطوعية هذه مجرد أرقام بالنسبة للشركة ما يهمون يعني أنا إنسان صريح الشركات لا تبحث عن الأرقام الشركات تبحث عن الإنجازات ففي المقابلات الوظيفية أو المجموعات اللي هم يسوونها يبحثون عن ماذا يمكن أن ينجز هذا الموظف وإذا كانت عنده خبرة أنا ما ينفع في المقابلة الوظيفية أقول أنا والله اشتغلت عشر سنين في الشركة الفلانية ما يهمهم عشر سنين ولا عشر تأيام المهم أنا شو سويت في هذه الفترة شو الإنجازات اللي حققتها شو الأشياء اللي أنا فخور فيها أني أنا مثلا اشتغلت فيها كمشروع كعمل فريق كإنجاز للشركة هذه فالإنجازات تتحدث أكثر عن السنوات أو أكثر عن الشهادات سوري يا مروة بذكر نقطة ثانية معك حتى اليوم في موضوع تقديم الطلب على الوظيفة اليوم الكثير من الشركات ما قاعدة تطلب سيفي تخبرك ترجلي فيديو مثلا ترجلي فيديو منذ دقيقة دقيقة ونص أو شوري المالك وريني أنت شو سويت حط لي أعرض لي عطيني بانك أنت ذكرت دقيقة دقيقة ونص نرجع للمئة وثمانين ثانية هم يأخذون المئة وثمانين ثانية يقولك خلاص أنا هذا يكفيني لأن كثير من الناس صاروا يحطون شهادات كثيرة ولكن لما يونفي أرض الواقع ما يحصلون الكلام اللي مكتوف في السيفي أو في السيرة الذاتية موافق لما يرونه أمامه أو العكس ممكن نحن أحيانا نشوف شخص مثلا ما عنده شهادة جامعية عنده شهادة دبلوم أو حتى ثانوية لكن قدرته أو مهاراته على المشكلات إدارة الوقت العمل مع الفريق يفوق أكثر بكثير عن شخص حصل على الشهادات الجامعية أو المستويات العليا فبالتالي هم يبحثون عن هذه الأمور لأن هذه الأمور في سوق العمل الآن هذه الأمور هي اللي تمشي الشركات هذه الأمور هي اللي تسوي الفلوس وأنا حتى لو كنت صاحب شركة باتشر أنا ما أدور على الشهادة كثر ما أدور على شخص عنده الإمكانية بأنه هو يمشي البزنس مالي بشكل ممتاز شو أكثر سؤال يزعج المقدم على الوظيفة كمستشار تلمية بشرية كم الراتب المتوقع وكم راتبك السابق ما تعرف أنت تزيد بالراتب السابق أو الراتب المتوقع كم تطلب لأن أنت مش عارف إمكانيات هذه الشركة بالدفع لي يمكن الشخص نفسه كيف نتعرف بذكاء من هذا السؤال؟ السؤال أصلاً هما ما يشاورون للشخص يعني بيسعلون مني جماعة الإتشار بس ترى ما يشاورون الشخص هذا أنت كم تباراته هما يبغون يعرفون شو بيجاوب طبعاً الجواب المثالي أنا من وجهة نظري أن المنصب الوظيفي المعروض في الموارد البشرية لهم حد أعلى وحد أدنى للراتب فمش أنا اللي أقرر أنت عندكم وظيفة معينة بمنصب معين على حسب قوانين الموارد البشرية هذا هو الأعلى هذا هو الأدنى فالمفروض الجواب يكون على حسب قوانينكم إحنا نشوف الراتب اللي موجود بس يردوا يسألون صح ويصرون على السؤال صح لأنهما يبغون يعرفون كم الراتب السابق طب هل مسموح الكذب بهذا الموضوع ولا لا ممكن واحد يفسر العمل لكن الراتب المتوقع عادة الشخص يقول إذا الراتب المتوقع لهذه الوظيفة أعلى أنا حتى برات كنت أقول هذا الكلام يعني في المقابلات الوظيفية أقولهم إذا الراتب المتوقع حسب قوانينكم أعلى من الراتب مالي أنا بوافق مثلا صح فهم يشوفوني أنا صريح ويكونون صريحين معي يقولون لي إلى سلطان ترى الراتب هذا مثلا حسب ما هو موجود عندنا أقل ولكن ما نحط شروط لأن حتى اللي في الموارد البشرية ترى ما يقدرون يغيرون فعل صحيح إلى حد أعلى من المسموح بالنسبة لهم وحتى هناك أيضا أسئلة يعني مثل ما يقولون تركي أو أسئلة يعني تكون خبيثة بعض المرات يقول لك أنت وين تشوف نفسك بعد خمس سنوات طبعا هذا الجواب يمكن يكون أو هذا السؤال ممكن يكون خادع الجواب أن أنا شخص وصلت إلى هذه المرحلة من خلال إنجازاتي 1-2-3-4 في الفترة الفلانية من خلال الأشياء اللي سويتها وأسعى إلى أني أنا مع الشركة هذه من خلال أني أنا أسوي 1-2-3-4 أوصل للمكان هذا صح فلازم نحسسهم بشكل واقعي بأن أنا سأصل من خلال الإنجازات اللي أنا أسويها مع الشركة ومش إنجازاتي الشخصية علشان يحسون أني أنا واحد من كيان الشركة أحبيت الفكرة لأنه قال أن إنجازات شخصية وإنجازات للشركة سألوا شخص في فيديو قالوا لأن عقب خمس سنوات وين تلقى نفسك قال لي المدير مكانك فما قبلوا في مكان العمل طبعا ما بيغ لأنه يدور على مصلحة الشخصية ونرجع مرة ثانية المقابلة هم ما ينظرون إلى مصلحة الفرد هم ما ينظرون إلى مصلحة الشركة فنحن لازم نضع نفسنا مثل ما يقولون في مكانهم ونعرف إنهم يقابلوني لمصلحة أكيد سيد سلطان يعني معلومات مهمة جدا ذكرتها لنا كل الشكر الجزيل لك على تواجدك معنا اليوم إن شاء الله المشاهدين يكونوا استفادوا وسامحونا جماعة ليتشار لو شوي خلطنا معاكم أعطينا معلومات لازم ما نعطيها أكيد ولكن أكيد يبقى دائماً يعني الالتزام من الطرفين نفس ما أنت قلت وفهم الطرف الأول للطرف الثاني هو حل لأي اتفاق بين الطرفين أكيد صحيح وكل الشكر الجزيل لك يا تكيل آفيا الله يسلم حياكم الله